هاتف جديد من شركة أوبو أصبح متوفر في السوق الجزائري وهو الأوبو A96 لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على سعره وموصفاته أيضا سنتعرف على المميزات والعيوب وهل هو يعتبر خيار جيد للشراء في ذل المنافسة الكبيرة ولكن قبل ذلك دعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقاء التقنية هاتف الأوبو A96 يأتي بتصميم جيد مع موصفات محترمة ولكن هل الهاتف يقدم قيمة مقابل السعر؟ لذلك فأول نقطة نبدأ بها وهي السعر حيث جاء بسعر 5.100.000 لنسخة 188 جيجا رام ثانيا نبدأ بالتصميم صراحة تصميم شيك ومميز من أوبو وهي النقطة الإيجابية والتي دائما ما تتفوق شركة أوبو عليها وهي التصميم فالهاتف يأتي بخامات من البلاستيك ولكنه يملك تدرج ألوان في الظهر وهذا ما يعطي الهاتف أكثر جمالية أيضا سنجد في الظهر عدستين محاطة بمستطيل دائري الحواف أيضا الهاتف يتميز بخاصية مقاومة الماء والأترباء أي رذات الماء بشهادتين وهما الابي اكس أربعة والابي خمسة اكس ونبقى مع التصميم فالهاتف يأتي بحواف دائرية ومنحنية على الأطراف وأما من الأمام سنجد ثقب صغير وهو لكاميرا سيلفي مع حواف بارزة في الأسفل أيضا الهاتف يأتي بوزن خفيف 191 جرام مع سمك 8.4 مليمتر صراحة تصميم شيك من أوبو أيضا الهاتف يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ويدعم شريحتي اتصال كما أنه يدعم منفذ السماعات ويدعم أيضا صوت سبيكر عادي وليس استيريو وللأسف الهاتف لا يدعم ميزة الانفسي أيضا الهاتف يأتي ببصمة مدمجة في زر الباور وبالنسبة للشاشة فقد تنزلت أوبو على شاشة الأمولد وعوضتها بشاشة LCD يعني يرجوع للخلف للأسف وهذا شيء غريب أوبو أيضا الشاشة تتبه حجم 6.59 إنش بدقة 3FHD تمتاز بمعدل تحديث جيد يصل إلى 90 هرتز سيقدم لك سلاسة سرعة في التصفح أو التنقل بين التطبيقات أيضا الشاشة لديها كتافة بيكسلات 401 بيكسل لكل إنش ولديها سطوع جيد يصل إلى 600 نيتس أيضا الشاشة تستحور على نسبة 84% من الوجهة الأمامية ومن عجوب الشاشة أنها لا تحتوي على أي نوع من طبقة الحماية وبالنسبة للآداء فيأتي بمعالج متواضع وهذا المعالج موجود في هواتف بسعر 3500 للأسف فالمعالج هو سناد دراجون 680 بدقة تصنيع 6 نانومتر نعم المعالج موفر للطاقة ولكن كآداء فهو ليس الأفضل خاص بسعر حوالي 5 ملايين حيث توجد العديد من الهاتف تقدم آداء أفضل وأقوى كهاتف البوكو إكس 3 برو لذلك إذا كنت من محبي الألعاب فلن يكون الهاتف مناسب لك وتوجد عدة بدائل أقوى وأفضل أيضا الهاتف يأتي بخياري للتخزين 18 جيجا و 2056 مع 8 جيجا رام مع ذاكرة من نوع UFS 2.2 كما أنه يأتي بنظام Android 11 مع واجهة ColorOS 11.1 ومن أهم ميزات الهاتف هي البطارية وسرعة الشحن فالبطارية تتبي حجم 5000 مليانبار تدعم الشحن السريع بقوة 33 نوار أي يشحن الهاتف 50% في ضرب 26 دقيقة فقط ويدعم أيضا الشحن العكسي أيضا هاتف الأوبو A96 يأتي بكاميرتين في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 والثانية بدقة 2 ميجابيكسل وهي للعزل كما أن الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة Full HD وبالنسبة لكاميرا سيلفي فأتيت بدقة 16 ميجابيكسل ومن أهم مميزات الهاتف البطارية ممتازة مع الشحن السريع التصميم شيك وآنيق سوفتوير أوبو دائمين سلس أيضا الشاشة تأتي بتردد 90 هرتز وأما العيوف هي كتالي الشاشة ليست أمولود أيضا لا يدعم صوت تيريو المعالج موجود في هواتف أرخاصة منه بكثير أيضا لا يوجد كاميرا للتصوير الواسع ولا يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K وآخر عيب هو سعر سعر مبالغ فيه وخلاصة القول أن الهاتف صراحة لا يستحق الشراء في الوقت الحالي وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف هو سعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه